نفت وزارة البيشمرقة وجود أي قرار بشأن انتشار قوات البيشمرقة في المناطق المتنازع عليها لغاية الآن جاء ذلك على لسان الأمين العام للوزارة جبار الياور حيث أكد خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة ستقوم بالآليات اللازمة في حال وافقت الحكومة الاتحادية على انتشار البيشمرقة في المناطق المتنازع عليها وشدد الياور على همية ترسيخ الاستقرار في جميع محافظات العراق